اليوم في بلادنا ألاف المليارات ضائعة والسبب هو إما تقصير المسؤولين أو غياب الرقابة أو الأهمال المتعمد مؤسسات نورمال مو تدخل مئات المليارات للدولة لكنها تخرج عن الخدمة أو تشتغل جزئيا أو تتوقف كليا بلا حسيب ولا رقيب نمشي للتقرير ونعود لنقاس فضل نسبة 100% لفيت الدولة التونسية الدولة عليها 9 متصرفين قضائيين وكل واحد يأتي كل كتاب يقرأ صفحة ويمشي على روحه يعني اليوم من هذا نحن ما صار حتى شيء في الموضوع هذا متع الإدماج كل واحد يأتي يقول راو أنا بش نخدم الخدمة وما يخدمش الخدمة دير نير مور جانا للوكيل الجديد هذا خلينا من الوكيل الجديد ونبدأوا من الأول ساعة بعد الثورة مباشرة انتو ما كخدامة شنو عملتو؟ نحن اللي عملناها بعد الثورة وقعدنا محافظين عن المؤسسة متاعنا باش ما تصيرش فيها حتى مشكل على خاطر أغلبية الناس في الوقت هذي كتعرف لي المؤسسة هذي تصنع السيجارو ونبعد كي فيقة العباد ونحن اللي ورينيهم ووصلنا دخلنا العباد المؤسسة باش اقتنعت العباد لي الشركة هذي را ما هيش تصنع في دخان راي تصنع في فيلتر متاع سيجارو ما عنده حتى علاقة بالدخان وقعدنا هكيكة يعني نحن الوقت هذيك اللي يجي يقول راي الشركة هذي تصادرت بنسبة 100% فائدة الدولة التونسية طبعين الحقيقة نحن في الشركة هذي يعني في الدوامة دايمومة منتاع العمل لمتاحها يزي ما تخدم يزي ما خادر نحن خدها مرة نستقاط ومنع فهمت نحن عمل في 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 نهاية الأمر المؤسسة متاعكم اللي دي انت تخدم فيها شنو طعم بالضبط نحن نصنع فيلتر سيجارو قبلي يسميوه الفيلتر سيجارو يعني شركة اسمها والفيلتر نحن نصنعه الصفاية بتاع السيجارو اللي هي المكامل متاع الدخان يعني نصنعه في الزبلة بهذا نحن قتلي سميوه ذهب لبيض ليش تسميوه ذهب لبيض على خاطر التشري يعني كما نقول نحن كعبة فيلتر يعني هو باكو دخان في 20 سيجارو كي تعمل كذا كعبة فيلتر يعني نجم نعملوك باكو دخان نجم لبيع باكو دخان انتي بخمسة ريفته وبربعاليف ووش باكو اللي يجار نحن نختم في مطير انتاع اليجار فهمتني يعني كي تخدم انتي برشة تاخد مرشي فيه مليار ومليار وربعمية يعني الشركة داخلت برشة مش فلوس مليار واربعمية فلتر بطولية الذي تسجارت يعني واللي غير فيلتر تعمل ست سواجر تعمل ستة سواجر ثلاث كعبات يعمل وباكو دخان ثلاث كعبات واربعة بالضبط يعمل باكو دخان باكو دخان اشوف قدية شهي تبيع والتكلفة متاك عباست فيلتر متكلفش برشة قولت لي المؤسمة تمار الشرشارة متاع فلوس شرشارة متاع فلوس مزيبة متاع فلوس وفلوس وين مفهماش فلوس باح مفهماش خل وين الفلوس يقول لك راني راني نخلص راني نعم اللي رو شارك رامنا رش ني نحنا وصلنا يعني طيو نحنا في شهر فيفري نحنا خلصنا في شهر فيفري أصفار في أفريل نخلص ولا في مارس نخلص ولا فهمت كيفاش يعني شاركة طاري أمورها مضععة مسيوى مدين وإلا للمكينات زادة مكينات كبرت وتعبت ومعش تجيه بك 100% خطر مفهمة حتى واحد يعني طوي نحكي لك كان الوقت الحاضر اللي السيد اللي يشد الشركة ما هو إشقى قادي سير في الشركة قبتاش من متصرف الداولة عليها تسعة تسعة فيهم واحد شد 24 ساعة قداش 24 ساعة عليش منحه جاء فيه قرار بش نحيه والسيدة ذي اللي يشد 24 ساعة كنا نحنا متفقلين اللي هو كونه بشي كامل الخدمة بتاع اللي قبله بينسوير فرحنا بيها خطر هو جاي يمصل بالوكالة مؤسسات تونسية كانت تدر المليارات على خزينة الدولة ضاعت أفلسات وحكايات ورويات حدثت ما بعد الثورة خاصة الشركات المصادرة صارت فيها جرائم فضيعة في أغلبها والمحاسبة متى تتم اليوم لسعد الذوادي سمعت شركة قالت كانت شرشارا تاع فلوس ذهب ببيض للبلاد نحكيه على الدومان متاع السجائر الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ضاعة التصنع في مصافات السجائر ضاعة والتهريب مك البلاد هدية ما له إلا مثال على ما يحدث في بقية القطاعات اليوم من المسؤول طبع الغرزة كانك خيال حكاية هذه الشركة متاع ولد أخت بن علي صدرت لأنه هو مشمول بالفرعة الأول من مرسوم المصادرة اتوخذ القرار سنة 2012 بدمجها صلب الوكالة هاهم ملف فساد شكون حلوا ملف متاع الفساد هذه لأنه وقت اللي ما عملناهاش إدماج داخل الوكالة احنا خسرنا مئات المليارات عليه لأنه الوكالة ما تصنعش الصفاية بابا هو اش كان يعمل ولد أخت بن علي كان هو يبيع للوكالة فهمت والعملية محمد ايه من عطل قرار الإدماج من عطل قرار الإدماج الشركة هذيك بيش ناخدوها وبش تولي تدخل في الممتلكات عملية اندماج تولي شركة مدمجة والوكالة تولي شركة دامجة شركة دامجة ونربحوا نحن اشنو موقع يا محمد عثمان ذلك هو أنه ثم منافسين في هذا المجال هناك منافسون في هذا المجال وتمشي الوكالة تعمل صفقة وبعض الصفقات فاز بها المنافسون ولم تفز بها الشركة المصادرة شفت نحليها الفساد محمدة شفت الهندس متاع الفساد في البلاد هذه تجيب دوش معها دوما خاطر هي الوكالة انا كوكالة ناخوها كالشركة هذي كندمجها عندي هي كمتاع الدولة ونربح انا وما نعملش صفقات ما عاش نعمل وما عاش نشتري واضح فهمت مش نوقع هذي ملف فساد بامتياز ما نعطل القرار الذي بتوخذه سنة 2012 وكان يلزم تونبعث لك القرار الذي اتوخذه تونبعثه لك جمود انا ايد لسعد في ما ذكروا في علاقة بهذه المؤسسة واذكروا ان عمالها وموظفيها تصلوا بنا خلال الدورة للفارتة ويطالبون بتفعيل ادماج هذه المؤسسة لهم الوكالة تبعوا الوقيت التفسير معروف الناس اللي تحب تضرب الاقتصاد بس تتمعش من التوريد عبر صفقات هذا عشناه في الفلاحة وعشناه في ضرب النسيج الصناعي اللي عنا في علاقة قطاع النسيج والجلود ولحظها عشناه في القطاع الفلاحي الناس تتمعش من البذور الموردة وتوريد القمح وغيره هذي مافيا اللي حكيت عليها قبلة وقولت راي المافيا أقوم الدولة ما زالت إلى حد الآن تمسكوا بدوليب الدولة وتتحكف القرار رغم المحاولات المتعدة لرأس السلطة التنفيذية أنا نقول حان الوقت لاستأصال هذا الورم من مجتمعنا وتصحيح الوضع الاقتصادي عبر إزراءات ثورية في مستوى تحدي 25 بيليا أراو التعاطي بمرونة وحسب ما ينص عليه القانون أقول السيد الرئيس الجمهورية وهو الذي يحترم القانون إن بعض القوانين وضعها اللصوص لحماية مصالح وبالتالي يجب أن نقوم بثورة في علاقة بهذه القوانين ونغيرها لأنها لا تحمي ممتلكة الشعب وإنما تحمي هذه الفئات المالقة وعلينا أن نتخذ ما يجب من إجراءات من أجل إنقاذ اقتصادنا واضح اليوم نحكيه على مؤسسات مصادرة وتسمى عدد المصافين القضائيين صادم تسمع خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة كيف يش تنجح مؤسسات؟ هل نتفعل الساعة مع سيلة سعد الذواتي؟ نحن نختبر بإمكاننا أن نختبر مكديمة تحكي على التمارين سوف نوجه هذا التمارين السيدة وزيرة المالية الآن نتحدث لسعد الذوادي أن هناك مافيا سياسية ومالية منعت إدماج المؤسسة التي تصنع في الفيلتر بتاع السيجار تفضل السيدة وزيرة المالية والسيدة الرئيس الجمهورية عملية سهلة جداً قرار بإدماجها الآن وإيقاف كل عمليات السفقات المشبوعة للتحادث عنها لسعد الذوادي سوف ننتظر أسبوع أسبوعين ثلاثة إن شاء الله يكون السلطة السياسية خاصة الرأس الدولة أنا متيقن إذا بلغته هذه المعلومة سوف يتخذ هذا القراء لأنني أنا لا أعول عن البقية هذا موقف الخاص الأنجيك لما تتحدث عنه بالمتصرفين القضائيين أعطني شركة واحدة من الشركات المصادرة أشرف عليها متصرف قضائي وقفزت في إنتاجها أو استمرت في وجودها كل الشركات أفلست يعني التجربة المصف القضائي أو المتصرف القضائي تجربة فاشلة تتذكر شو مصارف كاكتوس؟ المتصرف الأولى هربت إلى الخارج وتلاحقها قضايا جزائية والمتصرف الثانية بنفس الطريقة وانأكد لك لو تنجز تدقيقات في كل المؤسسات المصادرة حول طرق التصرف والحوكمة والإدارة وإدارة الأموال في هذه المؤسسات جميعهم سيزجبهم في السجن ونقول لك حولوها إلى غنيمة هذا عنده صديق ما قاشون يحطه في الدولة ما قالوش باست في الدولة ما عمله شد مؤسسة مصادرة شد بها يدك يلقى روح السيارات والسواق والمنافع والأموال والعلاقات وتخرب المؤسسة علش قالك الآن تداولوا على هذه الشركة تسعة متصرفين قضائين حسبناش يوم متصرف قضائي حتى المتصرفين الاثنين امتا كاكتوس كان في جزء منه لأسباب سياسية كل المتصرفين القضائين والأسف الشديد أساءوا التصرف هذه الإدارات والمفروض أن يلاحقوا قضائيا شكوني يغطي عليهم البعض تمت ملاحقتهم البعض أقلنا قليلة شكوني يغطي عليهم شكوني يغطي عليهم وزارة المالية نقولك لماذا لجنة المسادرة ما نقولك لماذا يجب أن نتحدث الآن من أفسد هذه الشركات شركة بريكورامام سكرة منذ سنة 2011 تحولت إلى خرابة خرابة بالخرابات كنت نجم تستغلها أنت لفائدة الدولة هذه الشركة كان بإمكانك ضمها نقولك مسألة أخرى أنا أشرت للمعاصل بيودي أن رئيس الجمهورية يفتح ملف المعاصل يعني هذا مزابة أموال المفروض أنه تاخدوا الدولة لا جاءوا في عهد نذاب بن علي أفردوا وخصصوها كغنيمة لعائلته هاو بش نعطيكم سكوب وعلى مسؤولتي فما إطار سامي في الوكالة الوطنية لأتبغ والوقيد أعمل مشروع كامل لصناعة المعاصل وقام بالتجربة والاختبارات اللازمة ومنع من مواصلة العمل وتعرض للهرسلة لأن المحتكرين متاع صناعة مادة المعاصل اللي بشتكثر استعمال في شهر رمضان المعظم هي بيد الخواص وبيد عيسى بيت مارقة لتصنع في الفضلات البشرية تحولها إلى معاصل للأسف هدايا موجودة في تونس وأيضا تستعمل في الفضلات متاع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بطريقة أو بأخرى في بعض المحلات السرية لتحويلها إلى معاصل فاخر وبيع يوردوا في المعاصل من الإمارات من جبل علي نحن لا يا معز يا معز المعاصل الفاخر مصنوع في الكبارية مضروب واحنا وريناه وورينا اللي قاعد يتصنعها من فضلات البشرية إضافة إلى الزيوت و الفضلات انتعاء السجال اللي تفرج من الوكالة أما محمد ثم مشكلة قانونية يتفرج عليها الوطنيون اللي يتوا يقدمونا في رواحهم يخدموا في الوطن إشن هو المشكلة القانونية أن المعاصل وجب أن لا يباع إلا عن طريق الوكالة إلا عن طريق الوكالة خاطر اليوم ثم مشكلة كبيرة ثم يقول لك المعاصل معنتها هناك عملية تصديرية سورية لكي يباع المعاصل في السوق السوداء ودون توظيف المعاليم والأداءات يا محمد مشكلة كبيرة واذا يعرفوه الناس اللي في الوكالة يعرفوه وهناك من المسؤولين من حاول أن يفرض هذا ولكن أن يفرض أنه ما يبيعه أنت تنتج ما تبيع إلا للوكالة والوكالة هي التي تتولى التمزيع واضح فاصل خليني كليمة ونقص كش نرجع بيك بالنسبة للقرارات متع التفويت في الأملاك المصادرة وبالنسبة للأسعار راهي الموافقة توافق عليها اللجنة التصرف في الأملاك المصادرة بعد استشارة رئيس الحكومة وفي اللجنة هذه وزارة العادل ممثلة وزارة أملاك الدولة ممثلة ورئاسة الحكومة ممثلة صلبة لجنة التصرف في الأملاك المصادرة مش الوقت كل مسئولية مش الوقت كل مسئولية مش الوقت كل